موسيقى لغتنا فوق الجميع سماء وحياءنا فوق الرؤوس غطاء وكتابنا نبرسنا الوضاء هو قصة وهداية ورجاء ونبينا ختم القصيدة بالهدى من رحمة فيها الجميع سواء أهلا ومرحبا بكم في لقاء قوي جدا نتحدث فيه عن أجمل الأحاديث التي كلنا نسعى للحديث فيها ونحب السماع لها وهو الحديث عن الحب القصيدة النهاردة بتتكلم عن الحب أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع في بيت اللغة العربية في أول لقاءتنا في الفصل الدراسي الثاني نتحدث فيها عن نص شيء جدا يتحدث فيه الشاعر إلى محبوبته ولكن للأسف هي ليست بدواره فهو أصيبه بلوعة الشوق ولوعة الفراق يعبر لنا فيها الشاعر عن هذه اللوعة التي أصابته بالصهر وألم البعد يصوره لنا بشكل شيء شعرنا اليوم من يكون شعرنا اليوم من العائلة الأباظية وهي عائلة اشتهرت بالشعر والأدب واللغة ليس كذلك له إخوة لهم أدوار رائعة في عالم الإخراج والإعلام وله دور رائع في المسرح الشعري فهو من رواد المسرح الشعري والشاعر بتاعنا كتب المسرح الشعري وهذه من أقوى أدواته إنه أضافة إلى المسرح بتاعنا وليه مسرحيات طبعا أزيعت في لزع المصرية وهي أوراق الخريف وشجرة الدر وله بصمة رائعة في عالم المسرح والفن شاعرنا اليوم عزيز أبوزة هنتعرف على كلماته من خلال ووصفه للحب ووصفه للوعة الحب التي تصيب المحب عند الفراق بالصهر وفراق النوم كيف يصف لنا الليل وقد طواه وقد ستره وقد ستر أوجاعه كيف يعبر لنا عن كل هذا الجمال من خلال نص كيف أصبحت يتحدث فيها إلى محبوبتي فهيا نتعرف أكثر عن شاعرنا عزيز أبوزة إلى العرض كيف أصبحت للكاتب عزيز أبوزة ولد عام 1899 أنا زي ما تحدثت لكم في أول موضوعاتنا السابقة عن نجوم العصر القرن التاسع عشر هنا الكاتب في السنة قبل الأخيرة من نهاية القرن التاسع عشر وعيش لغاية عام 1973 وطبعا التواريخ دي لازم نتذكرها كويس وهي طبعا بيكون موضع أسئلة فبقول ما بين العامين ما بين عام ميلاده وعام وفاته وعام وفاته عام 1973 عاش الشاعر عزيز أبوزة أسرى الحياة الأدبية بالعديد من الأبيات الجميلة والدواوين والمجموعات الشاعرية الكبرى لا تتكرر في الدقة والجمال والحنكة تخرج في كلية الحقوق ومن خلالها أيضا تعمق في دراسة العربية لأنه كان من أسرى أدبية بتحب اللغة ومن مسرحياته كما ذكرت واللي مثلت في الإزاعة المصرية لأكبر الفنانين أوراق الخريف وشجرة الدر أهلا بشاعرنا هو من أبناء الأسكندرية ويعني تاريخ عظيم ستره يتكلم عنه كثير من الأدباء زي العقاد وغيره يتحدثون عن روعة عزيز أبوزة فكيف يصف حبيبته وكيف سيحدثنا عن حبيبته ولوعة الفراق لأنه له بصمات رائعة وأسلوب رائع هيا ننتقل إلى أول نصصنا في الفصل الدراسي الثاني زي ما احنا شايفين احنا مع اشراكة الفجر وقبل الفجر يأتي ظلام الليل وقسود كيف أصبحت وماذا تفعلين عصف الوجد بقلب الغائبين أنت في إشراقة الفجر معي كلما رفسناه تشرقين فإذا الليل طواني ستره ستره فلهاب النار بي ما تشعلين أقطع الليل وما أطوله خافت الآهي موصول الحنين حمل الهاتف لي منك صدا خاضع النبرة مخمور الرنين عزلوني فيك عزلوني فيك جهلا فاغفري سقط الجهلي ودعوى الجاهلين الله يا عزيز يا أبوزة عن أبياتك الجميلة طبعا هنا زي ما نحن سمعين من رنين الأبيات المحبوبة ليست بجواره في فراق واضح أوي في الكلمات واضح أنها ليست بجواره فيتساءل كيف أصبحت وقد وصل الليلة بإشراقة الفجر فبنقول ما مناسبة النص وهو طبعا موضع لازم نعرفه تلتهي بأشواق الشاعر لحبيبته فيمر الليل بسواديه الكائل حالك المظلم فيراه طويلا لا يدرك النوم فيحدث نفسه على أمل اللقاء الأفكار مجزة بسيطة واضحة شوق ولوعة لغياب الحبيب أمل في اللقاء القريب في نهاية الأبيات مع التفاؤل وإشراقة الفجر نتناول معا الأبيات بيت بيت فنتناول كما اعتدنا الألفاظ فكل لفظة تحمل ما تحمل من المعاني والإحاءات والكنايات فهي نستمتع بها مع شاعرنا عزيز أبوزة وهو يصف الحب ولوعة الحب والشوق الذي نحب كلنا أن أتحدث فيه في جميع الأعمار وجميع الفئات كيف أصبحت وماذا تفعالين عصف الوجد بقلب الغائبين أول حاجة طبعا اللفظة عصفة عصفة هنا طبعا فعل ومعناها اشتدة عصفة ومعناها اشتدة الوجد أي الحب الوجد هنا أي الحب بقلب الغائبين طبعا هنا المقصود به قلبه هو قلب الشاعر الملتع من الفراق فطبعا أنا بقولك المعنى وفي موضع آخر بقول هات المضاد فمضاد عصفة أي ضعفة عصفة اشتدة مضادها ضعفة لكن نأتي أن مهم أو نستخدم المراد في بتاعنا في جملة فبقول اشتدة تاريخه في شهرنا الحالي المراد بعصفة الوجد ده غير المعنى المراد يعني المقصود تمام فبقول اشتدة حب الشاعر اشتدة الحب فزاد الشوق اشتدة الحب وزاد الشوق عصفة مرة تانية معناها اشتدة اشتدة الحب وزاد الشوق عصفة الوجد أي الحب الشرح بطلبه منك هنا هشرح معاك بيت بيت كيف أصبحت واضحة قوي في سؤال يترى الشاعر بيتساءل عن ايه يتساءل الشاعر هنا عن حال حبيبته التي لا يدري عنها شيئا وهو في حيرة وشوق يكاد يقتله شوق يكاد يقتله ده الشرح طيب عايزين ننتقل طبعا لما قولك أول بيت هنا يتساءل فالأسلوب ده اسمه أسلوب ايه طبعا أسلوب استفهام وطبعا هنا يعني غرضه بيختلف عن الاستفهام التقريري وإنما هنا استفهام في نوع من الحيرة واضحة قوي في الفاظ شاعرنا عزيز أبوزا عصف الوجد الشطر التاني من البيت عصف الوجد قلنا يعني اشتد الحب اشتد الحب بقلب الغائبين الغائبين جاءت جمع عين صورة بيانية الصورة البيانية بنفتكرها مع بعض استعارات تصويرات تشبيهات كناية فهنا عندنا في النص أكتر من استعارة مكنية والشاعر بيتكلم مع مين بيتكلم مع الليل وإشراكة الفجر فاحنا هنركز في الحاجتين دول مع بعض عشان هم اللي نستخدمهم في الشرح عصف الوجد استعارة مكنية صور الشوق الشديد بداخله بالريح الشديدة العاصفة طبعا هنا أنا استخدمت الريح والريح دي حاجة مش ملموسة حاجة غير ايه حية فهنا أنا في عندي حاجة اسمها في الأغراض التكسيد تمام لو أنا بصور استعارتي وصورتي بشخص بقول تشخيص بصور بحاجة غير حية بحاجة غير حية حاجة مادية زي الريح بقول تكسيد فهنا عندنا القصيدة البسيطة اللطيفة دي بتتكلم عن استعان بالريح استعان باشرقة الفجر استعان بالليل في تصويراته فعندنا كلها بتفيد التكسيد والتكسيد بيوضح المعنى بيخليني أعيش مع الشاعر الروح الحالة اللي هو فيها والليل اللي هو صهرانه بجماله وهو في انتظار اشراكة الفجر التي تدل على التفاؤل مازلنا مع البيت الأول كده أخذنا كل اللي فيه وتصويراته الجمالية وبعد كده لي فيه طبعا أسرار كتيرة في كل لفظة لسه هسألك فيها وهنتناولها مع بعض في نهاية القصيدة الشيقة اللي بيتحدث فيها عن الحب وجماله الحب العزري اللي عزف عليه كتير من الشعراء لأنه بيكون فيه دوافع كثيرة وراء الكلمات الجميلة ديت وهي هنا طبعا الفراق الفراق بيولد دافع رائع في كتابة الشعر عن الحب ومن طبعا من حظكم في المرحلة السنوية أن جميع قصائدنا وينصصنا الأدبية في هذا الصف بنتكلم فيها عن العصر الحديث فروح العصر الحديث بتختلف تماما عن وصف الشعر في العصر القديم أنت في إشراقة الفجر معي كلما رفسناه تشرقين زي ما احنا شايفين هنا أنه هو في خيال رفا أولا معنا كلمة رفا هنا معناها حركة رفا تمام الفجر أي حركة حركة سناه تحرك سناه سناه هنا معناها الضو السنة هو الضو والكلمة طبعا دي احنا بنتدولها كتير في الفظنا ومعانينا ومسمياتنا طيب بطلب منك اشرح البيت وفي الغالب أنا بديك بيتين وبقولك اشرح البيتين الشرح سور حبيبته التي لا تفارقه في كل وقت تطل مع اشراقة الفجر كل يوم بجمالها فيزيد الشوق ولوعة الشوق وقبل ان نترك البيت يلا نتكلم مع الصور البيانية اللي فيه انت في اشراقة الفجري معي كل ما رف تحرك سناه وضوء تشرقين تمام ده هنا بيصورها طبعا كده بايه باشراقة الشمس فبقول صورة البيانية معايا صورة ضوء بانه شيء يتحرك وتكسر حركته ليدل على كسرة تذكره لها كثيرا في كل وقت يبقى صور الضوء هنا فيه تشبيه مباشر صور الضوء بانه شيء يتحرك وتكسر حركته ليدل على كسرة تذكره لها كل ما رف سناه تشرقين اشراقة الشمس طبعا هنا فيه استعارة مكنية ولكن في لفظ تشرقين هنستخدمها لوحدها في صور المحبوبة بالشمس المشرقة في نورها وضوئها وتأثيرها عليه فهي التصوير واضح وطبعا برضو هنا انا بستخدم الشمس مش بستخدم شخص معين فالشمس هنا برضو تعتبر يعني غير حية فهنا بيكون الغرض من التصوير التكسيم الغرض من التصوير التكسيم وتوضيح الصورة حية ماذا ايضا عندك من ابيات رائعة يا عزيز ابوزة من كلماتك الجميلة البيت الثالث فاذا الليل طواني ستره فاذا الليل طواني ستره فلهاب النار بي ما تشعلين معنى طواني هنا ضمني معنى طواني ضمني طبعا هنا في حالة من اللوعة واضحة عند الشاعر وهي انه بيستنجد بالليل من كتر ما امتزج في الحديث مع الليل فهو يعني يعتبر بقى جزء الليل جزء منه من وصفه المشاعره فكأنه بيستنجد بهذا الليل في انه في انه يخب بهذه المشاعر لانه دائما الكلام عن الحب والدوافع الحب والحنين للمحبوبة وفراق المحبوبة بيوصف بانه حالة من الضعف حالة من الضعف كما نقول الحب ضعف فهو هنا يعني امتزج بالليل وغطاء الليل فبيقول ان الليل ستراني طواني ستره طواني ستره فماذا في الجمال والتعبير ان هنا طبعا صور الليل وكأنه ايه شيء يغطيه ويطويه ويستره وفيه تكسيم فالكلمة دي والفائدة دي والغرض الفني ده التكسيم من التصوير ده معينا في النص كله استخدموا الشاعر مش عايزين ننساه ابدا وطبعا تزوقنا معناه الجميل مرة المحبوبة بصورها بصورة الشمس ودلوقتي الليل وكأنه ستر وشيء يغطيه ويغطي ضعفه ويغطي حالته اللي اكيد بيعتزل هذا الكون في هذه اللحظات اللي بيكون ما فيهاش حد غير يعني هو مختلي بنفسه وبيكتب لنا هذا التصوير الجميل ويصف هذه اللوعة فبنقول تمام يعني كأنه ستر الليل ضمه سطره طواه خبه فاحنا عايزين برضو نكشف معا عن اسرار اللفظة لطواني طبعا لفظة طواني هنا طوى من طوى هي فعل ماضي فهناخد نتزوقه ونعرف تفاصيله مع بعض وازاي هنكشف فيه في المعجم في نهاية القصيدة وتدربتنا وتمريناتنا فنرجع للعرض تاني ونشوف قال لنا ايه عزيز ابوزة اشرح الابيات طبعا انا هنا بالتفصيل بشرح بيت بيت اذا حل الظلام ليلا يتجدد قلق الشاعر والخوف ويزداد الشوقة وحرقته من فراق الحبيبة وانت بتشرح بترجع تاني للالفاظ بايجاز حل الظلام الصورة البيانية فبقول طبعا استعارة مكنية استعارة مكنية تشعلين شبه الشوق الشوق بلهب النار المشتعل ودليل طبعا على قلقه الشديد بمحبوبته فطبعا ان شاء الله كده عايزين نحتفظ بكل السور دي معينا واحنا بندرس مع بعض القصيدة وبنقول حطالك صورة النار هو شوق اللي هو شبه الشوق اللي بداخله بلهب النار المشتعل ودليل على قلقه الشديد ده الدليل او المدلول او المعنى لكن قيمة التصوير الفنية فيها تجسيم النار ليست حاجة فيها روح ليست شخص وانما جسم فبنقول فيها تجسيم شيء مادي شيء مادي ليس معنوي فهنا الفائدة الفنية التجسيم نذاكر مع بعض المعنى الجميل والتصوير الجميل ليه يبقى الشوق داخل الشاعر كأنه نار تمام الليل طواه ستراه اشرقت الفجر هي تشرق كالشمس فاحنا دلوقتي متوحدين الشاعر متوحد مع مكونات وجزئيات الطبيعة وكمان مزاجنا مع الصورة الجميلة دي بشرحه الجميل وبكلماته الرائعة البيت البيت اللي بعده بيقول لنا عزيز ابوزة تاني وهو متوحد مع الليل الحالك المظلم المخيف اقطعوا الليلة وما اطوله خافتوا القاهي موصول الحنين خافتوا القاهي موصول القاهي القاهة موصول الحنين تمام فهنا الشاعر بنقول كلمة القاه دي ليها مدلول عندنا في اللغة بنقول لفظة للتوجع والألم لفظة للتوجع والألم في عندنا كلمات كده هتقابلك في اللغة بتاعتك لها لا هي اسم ولا هي فعل يعني هي طبعا حاجة ما بين الاتنين اسمها اسم فعل لكن احنا هنقول لفظة هنقول لفظة تدل على التوجع والألم تمام في خافت اي منخفض خافت القاه اقطع الليل وما اطوله كلمة خافت طبعا مناسبة لما قلت الالفاظ تكلم عن الالفاظ وجمالها خافت مناسبة للليل لان الليل طبعا يتسم بالسكون والهدوء فخافت الليل اي ساكن بالليل منخفض القلم منخفض القلم القاه بتدل على القلم فخافت هنا منخفض منخفض صوت هذا القلم لانه طبعا زي ما قلنا هو خجلان من هذا الضعف والليل بيستوره وبيخبيه من هذه الحالة وبنقول لما قلت طبعا مضاد خافت هتقول لي قوي مضاد مضاد خافت هتقول لي قوي طيب يبقى هنا الاه انا وضحتها لفظة بتدل على التوجع ليست اسم الوحدها وليست فعل الوحدها ولكن بنقول اسم فعل تعالى الكلمة موصول الحنين يعني الحنين حالة دائمة طبعا نتيجة الفراق نتيجة الشوق للفراق لمحبوبته طبعا في وسط شرحي للكلام هو ليه ديوان كبير للشعر ده كان بيبكي زوجته طبعا بعد انا حطت صورته هو كبير بيبكي زوجته بعد وفاتها باشعار كتيرة طبعا فيها كلمة بكاء برضو بيوصف فيها برضو قمة الحب والوفاء وقصة الحب الرائعة مع زوجته هنا الشرح ببساطة وهو بيقطع الليل يمر الليل طويلا الليل بيطول طبعا على اي انسان مهموم وهو هنا في حالة قلق وحيرة شديدة ولوعة من الشوق والفراق فيقول يمر الليل طويلا على المحب المشتاق لبعد حبيبته وتردد الآهات معبرة عن الشوق وشدة الحنان والحنين طوال هذا الليل فكأنه في صفر كأنه في محنة كأنه يعني بيعاني من حالة الليل مش هيعدي بسهولة يترى في بصيص امل هو منتظره يترى هو منتظر ايه من الكلمات الجميلة دي لعزيز ابوازا يترى منتظر ايه من حبيبته يترى هترجع يترى في امل ترجع ويلتقون مرة تانية في تعبيراته الجميلة دي هنشوف مع بعض الشطرة التانية الجمال اللي فيها اقطعوا الليلة وما اطولها طبعا هنقف على ما اطولها في النهاية وهقول لك ايه ده ولكن الاول اقطعوا الليلة فيه هنا عندنا استعارة في تصوير صور الليلة بالطريق تقريبا كده احنا مع بعض في رابع تصوير بنمر بيه في القصيدة وهو انه بيصور الليلة بالطريق تاني الطريق ده شيء مدي فهنا فيه تكسيم عندي فيه تكسيم عندي وده من سهولة القصيدة اللي معنا شبه الليلة بالطريق الطويل الذي يقطعوا ثم يتعجب من شدة هذا الطول لانه طبعا اصابوا بالمعاناة وبالتعب فاحنا هنا مع التصوير يمكن الرابع او الاستعارة الرابعة بيتوحد مرة تانية مع الليل الليلة هنا مرة شبهه بانه غطاء بيطويه بيستره ومن هذا الضعف وهذا الشوق وهذه اللوعة ودلوقتي بيوصف انه هو كأنه ماشي في طريق الليلة بالنسباله كان عامل زي الطريق الطويل مش بينتهي فطبعا هو هنا في حالة توجع في حالة توجع نتيجة الفراق اللي ولد عنده لهاب الشوق الشديد فمخالي الليل طويل فبرضو الشاعر هنا دخلنا في حالة من التوحد والامتزاج مع جزيئات الطبيعة وهو الليل وجمال الليل وطول الليل على الملتاع المشتاق لحبيبته فصوره بالطريق الطويل فبقول لما أصور عندي حاجة يعني تصوير يكون بشيء مادي شيء غير مفهوش روح المادية هنا على طول بيكون تكسين شيء مادي شيء يعني جزيئات الكون أو حاجة فيها جماد إلى آخره فهنا احنا طبعا مع صورة من الطبيعة رائعة وهي مرة الشمس مرة اشراقة الشمس مرة الليلة هو يعني هنا صور الليل بكذا أسلوب أنا ممكن أسألك كم مرة هنا الشاعر سأل صور الليل صوره مرة بأنه كالشيء الذي يطوي ويستره تمام؟ ويستر ضعفه وشوقه ومرة تانية صوره في المقطع الرابع الشطر الرابع أو البيت الرابع بيوصفه بالطريق الطويل اللي هو ما أطوله هينتهي إمتى؟ لأن في نهايته في أمل وفي تفاؤل في أن يجي إشراقة الفجر اللي هي مرتبطة بحبيبته طبعا أنا في المقدمة قلت لك أن فيه لوعة الوحدة والفراق لمن تحب أو لأحبيبك أو لمن حولك بتصيب الإنسان أحيانا بشيء من غير الألم الجنون أنه حاسس بصوتهم حواليه حاسس بوجودهم حاسس بإسمهم بيرن كلمتهم بترن فيطار عزيز أبوزة هيوصل للمعنى ده هيوصل لنا للمعنى ده أنه في حال وحدته بيشوفهم بيحس صوتهم بيحس صدى الصوت وتردد صدى الصوت ده اللي هنعرفه في تصويراته القادمة يلا نرجع لأبيات عزيز أبوزة وما أطوله أسلوب طبعا تعجب من طول الليل أسلوب تعجب حمل الهاتف الهاتف هنا الذي يسمع الصوت ويردده ولا يرى صاحبه ولا يرى صاحبه اللي هو بينتج عن الصدى صدى صوت لشخص غير موجود حمل الهاتف ليه منك صدى خاضع النبرة مخمور الحنين فهنا يقوضح لنا طبعا ما المراد بالهاتف قال لك هنا ايه من يسمع الصوت ولا يرى صاحبه ولا يرى صاحبه طب هو ده شيء يعني مرضي ولا شيء جميل لا ده شيء جميل هنا ان هو حاسس ان حبيبته موجودة في المكان وصوتها بيتردد في المكان فهو في حالة توحد وامتزاج مع حالة الحنين والشوء دوت فسمع الهاتف هنا وهو من يسمع الصوت ولا يرى صاحبه طيب الصوت ده في فرح لا الصدى هنا هو هو ارتجاع الصوت وتردد الصوت خاضع اي زليل النبرة خاضع يعني فيه تصوير للصدى كمان احنا هو يلا تعالوا نشوفه يعني هنصوره ازاي خاضع النبرة الصوت بتاع الصدى زليل النبرة ضعيف الصوت ضعيف النغم مخمور الرنين يعني ايه مخمور الرنين مخمور الرنين هنا طبعا زي ما احنا شايفين من يشرب الخمر من يشرب الخمر بيصب ايه بعدم التركيز بعدم التركيز فهنا الصدى بتاعنا يا ترى متصل يا ترى ورى بعضه لا ده هو فيه حالة من التوهان والتقطع للصدى بيروح ويجي بيروح ويجي يعني متقطع مش ورى بعضه وده اللي فهمناه من كلمة خاضع النبرة اولا تدل على الزلة والضعف ثم هنشوف ايه الجمال في مخمور الرنين اول حاجة بقولك اشرح ببساطة الابيات فبنقول يحملوا الليل والهاتف الشوق للشاعر ويشعروا بوجود الصدى ورجع الصوت الرقيق العزب وكأن شخص لعب الخمر برأسه يناديه ويهتف بصوت محبوبته ثاني يحمل الشوق داخل الشاعر ذكرى وصدى ورجع صوت رقيق عزب كأن شخص لعب الخمر برأسه يا ملتاع يتحدث اليه ويسمعوا بصوت محبوبته كده فطبعا انا هو عاملالك هنا اي رسالة ان احنا هنا في البيت في صدى مدلول الصدى وهو رجع الصوت رجع الصوت الصورة البيانية يلا اقولك حمل الهاتف يوحي بشدة تعلقه بمحبوبته انه في حالة استرجاع للذكرى وكأنها موجودة معاه في المكان وفي صدى هاتف ليه حواليه بيفكروا بيها وبينده ليه وكأنه بينده ليه في هذا المكان وينادي عليه حتى انه يسمع الصدى في كل اين في كل وقت حاسس بالصدى ده انا شايفه في الصورة شيء من النور يعني هو دلوقتي كأنه واسى نفسه بهذه الحالة المخمورة المتقطعة من الصوت لهذا الصدى تمام فعندنا هنا الصورة البيانية معينا لفظ حمل الهاتف ليه منكي صدى ليه منكي صدى صور ايضا هذا الهاتف بشيء ملموس بان الصدى شيء ملموس يحمل بانه شيء ملموس يحمل وصفاته هي خادع النبرة مخمور الرانين تدل على تقطع هذا الصوت يعني احنا لسه تاني مع مخمور الرانين لوحده هتقول لي لفظ يوحي بعدم انتظام الصوت كأن شخص لعبت الخمر برأسه فحين ينادي بينادي مرة ويقف ويواصل تاني مرة تانية النداء والحديث عن هذا الحبيب وينادي حبيبه اللي هو شعرنا المقصود في البيت طيب البيت الاخير فبيقول لموني عذلوني فيك جهلا فاغفري عذلوني فيك جهلا فاغفري سقط الجهلي اغفري سقط الجهلي ودعوى الجاهلين فبنقول عذلوني لموني مين هم بقى اللي لموه انه هو زي ما قلنا دلوقتي نرجع مع بعض كده حالة ضعف حالة شوق وبيتوحد وبيشكي للليل مرة للشمس مرة بيتكلم مع الهاتف والصدى اللي حاس انه بقى فيه في المكان صدى بيكلمه وبيردد معنى الكلام ده ومعنى الحب طيب فاذا به بيقول لموني على الحالة اللي انا فيها دي هو انا محق ولا غير محق في ان انا بتكلم عن الحب وعن شوق ليكي فلموني ولكن سمحيهم بيطلب من محبوبته انها تسامح اي حد بيلومه في الحالة الوصفية اللي هو بيصفها من المعاناة من فرقها فبيقول بيقول لها لموني فاغفري فاغفري ده هم يعني شيء من النسيان والجهل اللي هم ما يعرفوش المدى الشوق اللي موجود بداخلي لكي فهو هنا بيعبر عن الحالة دي وكمان لا بيقول لها بيطلب منها المغفرة ان كل اللي ادعى بان هو ان هي لا تستحق كل هذا الوصف وهذه الحالة الجنونية لا تستحق فبيقول لها اغفري ده جهل جهل ممن لامني في هذا الوصف لكي فبنرجع تاني للجمال والصورة البيانية في اللقطة الاخيرة او الشطر الاخير معنا الكلمات لا مني الناس بحبك جهلا وحمقا وعدم ادراق لقيمة هذا الحب واسألكي نسيان هذا الجهل والخطأ اسألكي هنا اللي هي اغفري نسيان هذا الخطأ منهم الجسيم ده كله وجهل ده كله جهل او قرر كلمة الجهل والجهلين سقط الجهل ودعوة الجهلين لما جهي به الجهل والجهلين طبعا عندنا الكلام ده اخدناه قبل كده اسمه جنيس اسمه جنيس عندنا الكلمة باكتر من 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 شكل فيها طبعا هنا يعني الكلمة ومستقها طبعا فندنا برضو نوع من التكرار وكأنه بيأكد على إن ده خطأ خطأ جسيم إن ده جهل منهم ده أنت تستحقي هذا الوصف وأكتر طب السور البيانية معينا عذلوني طبعا ده فعل ماضي لكن عندنا هنا أسلوبه جميل هنركز فيه فغفري لوحده فعل أمر وزي ما أنا قلت إن إحنا ربطنا بنربط النحو باللغة الجميلة اللي بيستخدمها الأديب والشاعر في أبياته فإحنا عندنا هنا فغفري أسلوب أمر جميع الأسليب الأمر والنهي والنداء إلى آخره بندرسها مرتين مرة في اللغة وقواعد اللغة والنحو ومرة تانية في الأدب والأدب هنا أو الشاعر أو النص بيكون لي مدلول بيكون لي مدلول فبنقول الأمر هنا غرضه الرجاء غرضه الرجاء بيستنجد بهذا الغرض بيستنجد بهذا الأمر ليها ليس أمر ليها ولكن رجاء دي من الأسليب اللطيفة في اللغة اللي أحب أوضحها لكم إن إحنا الأسليب الطلبية اللي هي إيه؟ الغفري الغفري النهي لا تغضب لا تجذب الدعاء يا رب كل الأسليب اللي فيها طلب ديت بتاخد درجات متفوتة من الهدف منها والفنية لها مش الأمر غرضه الأمر والطلب غرضه الطلب أقولك لا تجذب لا تغضب ولكن بيبقى دايما الدعاء لهذا الطلب ليه معنى آخر أرق من الأمر والطلب المباشر وهو هنا بيكون ليه معنى لطيف يعني أنا ما بقول يا رب عتيني هنا الدعاء غرضه التوسل غرضه التوسل تمام؟ مش أمر فنشوف أنت الأمر موجه لمن؟ فهنا حبيب بيقول لي حبيبته أمر فالأمر هنا ليه غرض إيه؟ الرجاء الرجاء فيه حاجة من كلمة بتدل على معنى لطيف وهو الطلب الرجاء التوسل وهكذا فالأمر في اللغة بيختلف غرضه حسب أنا بقوله المين وبوجهه لمين نرجع لآخر الفضن الجميلة في القصيدة سقط الجهلي اغفري سقط الجهلي ودعوة الجاهلين من دعوة الجاهلين التعبير بلفظ دعوة هنا بيدل على الكذب دعوة ادعاء حاجة مش حقيقية فيوحي طبعا هنا هو بالكذب وعدم الصدق وعليه يرجو حبيبته بأن تغفر وتسامح كل من قلل من شأنها وقلل من شأن هذا الحب وهذا الاستحقاق اللي هو شايفه يعني من أقل ما هي تستحقه فأنا هنا يعني تزوقت معاكم قصيدة جميلة للشاعر عزيز أبوزة بفكركم كتب قصائد مصارح شعرية فدي من أقوى أدوات اللغوي إنه يكتب مصرحية كاملة بأدوارها ومشاهدها شعر ويكون طبعا بطريقة مظبوطة وموزونة وغنائية دي من أقوى الأدوات فشعرنا كان في من نجوم القرن التسع عشر والقرن العشرين هو هنا يعني تولد كانت ميلاده في السنة القبل الأخيرة في القرن التسعة عشر ثم عايش حياته بقى العملية والأدبية والعطاء الجميل ده كله في القرن العشرين فده أول نجم معينا في الفصل الدراسي الثاني بنقول إنه على عايش في بدايات القرن العشرين من تلاميذ أحمد شوقي أحمد شوقي ده يا شباب من يعني يعتبر شعر القصر في العهد الملكي شعر القصر وأول شعر أحمد شوقي أول شعر كتب المصارح على هيئة شعر وليه دواوين في كده وديه من أقوى الحقيقة الأدوات للشعر ونكتب مسرحية كاملة على هيئة شعر عزيز أبوازل معنا النهاردة عمل نفس الشيء في القصيدة دي كيف أصبحت فإحنا هنا دلوقتي هنأكد بعض الألفاظ والتعبيرات الجمالية داخل القصيدة بإن إحنا هنوضحها من خلال تدريبات تانية إضافية غير اللي وضحناه في الأبيات السابقة نرجع للتدريبات البسيطة كيف أصبحت وماذا تفعلين عصف الوجد بقلب الغائبين بنقول هنا أول سؤال ما فتنا ما تدافع إلى هذا التساؤل قلنا ده سؤال واضحة هو قسله باستفهام الشعر في البيت الأول بنقول أنه بعد الحبيبة وشوقه إليها الدافع وراء هذا التساؤل أنه هي مش جنبه هي مش جنبه طيب كلمة سناهو كلمة سناهو اللي جات في البيت التالي مضاد سناهو هنا طلب مني مضاد سناهو أي ظلام الليل ظلام الليل سنة يعني نور سنة يعني نور فعكس النور طبعا الظلام يبقى مضاد سناه ظلامه كيف أصبحت وماذا تفعلين هنا السؤال عصف الوجد بقلب الغائبين طلب مني أعرف الغائبين يلا الشباب الشطرة عصفة دي الفعل الوجد الفاعل بقلب بقلب جر ومجرور القلب الغائبين تركيبة على بعضها اسمع مضاف ومضاف إليه يبقى حبيبي الغائبين وبص معي تحت مضاف إليه مجرور بالياء وعلمة الجر الياء لأنه الجامعة مذكر سهلة طيب هنا طلب مني برضو أكشف فيه المعجم عن كلمة سناه فبنقرد الكلمة هنا لأفعالها والمصدرها اللي هي ساني فهيظهر معانا اليه في الأصل بتاعها ساني هنكشف عنها في السين والنون والياء وليس الألف نرجع الكلمة بحالتها المضارعة والماضية وكله عشان يظهر لي أصل الكلمة فالأصل بتاعي ساني تعالى للي بعده بيقول لي كلمة الغائب اللي ظهرت في الأبيات السابقة اللي هي الغائبين شوف كده كلمة الغائبين هي مفردها غائب فبنقول الهامزة هنا جات بالشكل ده ليه أول حاجة أمشي معايا كده الغائبين أقولنا ده مضاف إليه مجرور فالهامزة مكسورة وجي بعدها المد ده والمد ده بيساوي عندي في اللغة السكون ألا شيء فطبعا وضعت على نبرة لأن النبرة أقرب شيء للكسر أقرب شيء للكسر فهتقول مكسورة بعد ساكن والنبرة أقرب شيء للكسر أنت في إشراقة الفجر عايز أنت أنت دي يا شباب من الضمائر والضمائر طبعا ما بتتعريبش الضمائر ما بتتعريبش فاكرينها فعلى طول أول ما أشوف الكلمة ضمير فبقول نوعه أول حاجة ضمير مخاطئ حلو الكلام ماله مبني حلو الكلام إحنا ما بنعريبش الضمائر أبدا بنقول إن هي مبنية في محل رفع مبتدأ في محل رفع إيه مبتدأ سناه كلما رفع سناه اعرف سناه فاعل مرفوع بالضم الظهار فإذا الليل طواني ستره فلهاب النار بي ما تشعلين ستره أي غطاءه مراد في ستره غطاءه مضاد موصول تمام موصول يعني هي ممكن ما جاتش هنا ما جاتش في اللحظة في الشطر ده لكن هو طلبها أيضا في البيتين مع بعض لأن يعني البيت اللي قبله ممكن هو طلب طلب مضاد موصول أي مقطوع مضاد موصول أي مقطوع اللي هو طواني ستراوف لهاب النار بي ما تشعلين طلبها في تدريباتك في الكتاب الوزاري فأنا حبيت أوضحها لك لأنها مش موجودة في المرادفات الأساسية فطبعا يعني يعني أنا بجيب لك يمكن حاجات ولقطات مش موجودة في المتن الأساسي عشان يبقى غطينا كل القصيدة وكل شغلها مضاد موصول مقطوع بات العليل مقطوع ده مثال بات العليل مقطوع الرجاء تعالى بقى الكلمة طواني هنا طلب منك برضو نكشف فيها في المعجم فهي هتلاقي الياء ظهرة معاك في كلمة طوي في كلمة طوي وطوى الفعل الماضي بتاعها هتلاقيها طوي برضو ظهرت معانا في الياء فلازم نثبت ده في الكشف في المعجم بنرجع تاني ان احنا هنا الشاعر وحدنا في حالة جميلة مع الليل وجماله واشراقة الشمس وروعة وطبعا تذكرها تاني في بداية القصيدة يمكن هو بدء الليل من اول الليل وقطع الليل وكأنه طريق طويل وقلنا فيها تكسيم الى ان وصل الى اشراكة الفجر وصور محبوبته بانها كالشمسة التي تشرق حالة جميلة من التوحد مع الطبيعة ومع جزيئتها وطبيعتها في النهاية بنقول النهاردة احنا عرضنا لاول قصيدة بتقابلنا في الفصل الدراسي الثاني وهي للكاتب عزيز ابوزة من نجوم القرن العشرين وبنتمنى تكون الحلقة افادتكو واشوفكم في اللقاءات قادمة انكمل جميع الاساليب ونتزوقها من خلال النصوص الادبية فالى اللقاء افادتكو افادتكو